السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام أنتم بخير رمضان مبارك علينا وعليكم وعلى المسلمين جميعا الدكتور علي جمعة كالعادة طلع وتكلم في فتوى خطيرة جدا 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 بس إحنا مش هنرد عليه إحنا هنخليه هو بنفسه يرد على نفسه هو كان بيقول قديما في تفسير سورة المائدة في تفسيره تحديدا للآية رقم 5 الآتي محشنين غير مسافحين ولا متخذي أخدام السفاح الزنا والأخدام الصداقة فالسفاح كالعهري ويكون فيه مقابل ولكن الأخدام الصداقات التي ليست فيها مقابل فلا هذا حلال ولا هذا حلال وحرم السفاح الأخدام الصداقة التي ليست فيها مقابل ليست فيها مقابل يعني إيه يعني إيه ليس فيها مقابل يعني مش امرأة مأجورة يعني بمعنى أصح فده تفسيره كان لسورة المائدة وحرمت الأخدام ومن هنا حرم الله سبحانه وتعالى كل ما يوصل إلى الزنا ومن هنا حرم الله سبحانه وتعالى كل ما يوصل إلى الزنا شوفوا كلام كلام يعني سبحان الله والله أتمنى أنه ينصح نفسه بالكلام ده من النظرة إلى المحرم من النظرة من النظرة شوفوا مجرد النظرة ربنا حرمها وانتهاءا باتخاذ الأخدام وانتهاءا باتخاذ الأخدام يطرى فين كلامه بقى ده من اللي هو كان بيقوله قبل كده كلامه الحاضر أو الحالي فالزنا محرم بكل مراحل وهذا فارق بين أهل الأديان وبين أهل الفساد هذه النقطة هي الفارق فهؤلاء يريدون أن يعيشوا كما يشعون من البداية إلى النهاية وأهل الأديان لا يريدون هذا ويرونه حراما ويرونه ممنوعا والله حراك كويس أنك حضرتك عارف أن أهل الأديان عارفين أن ده حرام أهل الدين بقى والله سبحانه وتعالى يحفظنا من كل سور ويحفظ أبناءنا من الفاحشة وينقف قلوبهم نورا يكفون به عن المعصية وإلى لقاء آخر من في تفسير سورة النساء الآية رقم 25 كان برضو بيقول كلام جيد جدا تعالوا نسمعه فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان مسافحات يبقى الزنة والعادة لله تعالى متخذات أخدان يبقى فيه نوع من أنواع الصحبة المستمرة في الحرام اللي هو شاعة وداعة في أمة من غيرنا في أمة من غيرنا فين الكلام ده من كلامك دلوقتي مسافحات يبقى واحد يروح يزني ويمشي ما يرجعش تاني يعني هي واحدة زن معها في ليلة وحتى مش عارف يسمعها إيه لكن متخذات أخدان لا ده رفق بقى ده مرفقها وماشي معاها في الرفق سنين طويلة حتى ظن في نفسه أنها له وهي ظنت أنه لها السؤال بقى اللي بيطرح نفسه فين الكلام ده دلوقتي من اللي احنا هنسمعه اللي جاي ده لكن لو كان هناك الأسئلة اللي تسألناها كثير وإن اللي حصلت إنه زملتي خدت منها الكراسة بتاع المحاضرات عشان ننقل محاضرة فاتتني أو هي خدت مني هزة الكشكور وساعد بتشتكيلي بعض الأحوال اللي هم ما بيمروا بيها أبوها قاسي أبوها قاسي فيقول لها نحنين والدنيا حلوة وتقعد تشتكيله شوية وهو يقعد تشتكيلها شوية بيقول لها طب ما تيجي نتقابل طب أنا ليه أحط رجل الشباب ده شباب صغير يعني أنا أظن الولد العصول ده مثلا عنده بتاع حوالي مثلا 16-17 سنة لما أنت تقول له الكلام ده من الصغر كده اللي هو إيه عادي يعني لما تقعد تكلم واحدة كلمة في إيه تشتكيلها تشتكيلها يعني يبقى فيه راغي يعني أعوذى راغي ده اسمه راغي إيه ده طب وده معلش يعني أنت على أي أساس أبحت وقلت ده مباح عادي فيها إيه على أساس إيه بس يعني أنا نفسي أفهم على أساس إيه يعني كنت قديما بتستشهد بموقف سيدة عائشة وتقول أن بعض الأشخاص كانوا بيروحوا يسمعوا منها أحاديف أو روايات أو وكنت بتأكد من وراء حجاب إنما أوكي دول بيسمعوا بيسمعوا من السيدة عائشة رادي اللي هي أم المؤمنين أصلا اللي هي محرمة عليهم أساسا تمام بأي حجة شرعية بقى بتقول أن عادي يكلمها وتقعد تشتكيله وشفت بابا ضربني وبابا زعقلي وبابا مش عارف إيه ليه مفيش تتات في حياتها يعني مفيش أم في حياتها مفيش خالة مفيش عامة مفيش واحدة صاحبتها مفيش أخوها مفيش خالها مفيش عامها خلاص حبكت ده ده مباح بأي طريقة بقانوا فكر طبعا ممكن واحد مسيحي يجي يقول لي هو أنتو بتحبوا الشيوخ اللي بتقعد تقول كل حاجة حرام وانتو بتحبوا الحرام في الحرام ومش عارف إيه يا فاندم والله إيمانا نفس الكلام ممكن أقوله على الكهنة الكاثوليك اللي بيباركوا اللي بيتجاوزوا راجل براجل وست بست يعني عشان بس جملة افتكرتها كده نكمل ما هيش أخطت فيها النهاردة يعني هي ما هيش أخط فيها تروح تشتكي للولد طب وتكلمه ليه طي طب ده بدايت إيه بقى يعني تشتكي له النهاردة بعد كده هتقوله إيه والله يا العظيم جيل بيتضمر بالكلام ده بسبب إيه بسبب الناس زي دي فليه إحنا نعرض شبابنا لحاجة زي كده وهو برضو كذلك يقول لها البيت تختي مؤجر يجويل في البيت إيه لآخر ما أعناه لك حلال والله حرار ما كله ده يا ابني عبر التاريخ وفي كل مكان من لده الصحابة كان بيحسن بجد والله يعني الصحابة كان مثلا صحابي كان بيروح يكلم وحدة ويقول لها شفتي ده أنا امراتي عملت كذا واختي عملت كذا بجد يعني يا جماعة إيه اللي أنتو بتقولوه ده بس يعني بغدل النظر أن ده مش موجود أصلا يعني اللي حضرتك بتقوله ده كلام ده كده اللي هو ده من عندي بس يعني أنت جبته منين يعني جبت منين أن رجل وامرأة كانوا بيتكلموا في التاريخ الإسلامي اللي هو الصحابة بقى في عصر الصحابة وكانوا يعودوا يشتكوا لبعض ويتكلموا مع بعض جبت منين حضرتك الكلام ده ده اسمه تضليل ده اسمه تضليل لما أنت تكون بتقول حاجة زمان لا وإيه لأ ده أنا أجيب لكم فيديو كمان كان بيتكلم ثواني بصوا أنا كان بيقول هو أتكلم في الفيديو وقال أن مدام في عفاف وبتاع تمام الدنيا حلوة الله يهديها مدام عفاف المهم قال في آخر الفيديو جملة خطيرة جدا اسمعوها بس بالأستاذ الكريم يعني ايه الصداقة بيدي والد والبن يعني إلى أي إنها بتفضل يعني على مشكلات بتكلموا في تليفونات بالليل بتكلموا في تليفونات بالليل ده سؤال المزيع يخرجوا يصهروا يخرجوا يصهروا ده دين مين ده يعني الدين ده دين مين بالضبط عشان أنا مش فاهم يعني يخرجوا بالليل ويصهروا ويتكلموا بالليل ايه يا جماعة معلش عشان أسانا يعني مش عارف أنا حسنا لسه دخلت إسان جديد فمش عارف مثلا مثلا يفتفضوا في مشاكل خاصة يفتفضوا في مشاكل خاصة اللي هو قال حتى اللي حضرتك قلته ده ما احناش عارفين له بدأ بالنهاية هي دي المشكلة ان مش عارفين له بدأ يعني هي مشكلة تكلموا بالليل عادي يخرجوا بالليل يصهروا عادي إنما احنا لازم نعرف بداية ونهاية ويدي المشكلة عند حضرتك بس لا يعني ركزوا في لواء يقولوا بقى اللي بيتقال جوا اه يعني لكن ايه فاتقوا الله ولو بشطر طمرة يعني فيه أعمال بسيطة نتقي فيها ربنا سبحانه وتعالى يا دكتور علي أعمال بسيطة والراجل بيقولك بيسهروا بالليل حضرتك يعني فيه ايه بس مش فيه كويس والله يعني نتقي الله ولو بشطر طمرة تمام يعني سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت فتنة أعظمه على الرجل من النساء في أمتي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك احنا نبيح ده يعني انت انت بتتحمل وذر انت بتتحمل وذر كل واحد هيقع في مصيبة بسبب كلامك يعني فيه أعمال بسيطة نتقي فيها ربنا سبحانه وتعالى ومنها قضية العفاف نعم كلما كان الإنسان أقرب إلى العفاف كلما كان أقرب إلى الله أنا ده تعليق سريع يعني أنا والله مش عارف يعني نسمع برضو الفيديو ده احنا عارفين ان الحب مش حرام ولكن الارتباط اكيد فيه حرمونية الارتباط اللي هي تقصده يعني ما وإحنا عشان مش بيقولك ان احنا لو هنسأل فتوى نسأل شخص فاهم جوانب الفتوى البنت دي مثلا ربنا يحفظها ويبارك فيها عندها مثلا خمساشر سنة أو ستاشر سنة بتسأل بتقول الارتباط حرام ايه الارتباط واحدة في السن ده ان واحد يكلمها وتخرج وتمشي معاه والله أعلم ما أعلم من ذلك يعني ده بيبقى ظاهر يعني فالطبيعي انت تبقى فاهم صيغة السؤال وتبقى فاهم هيترتب على سؤالها ده ايه لا حرك يعني كملت كده ولد وبنتي ينزلوا مع بعض ويخرجوا مع بعض سواء بقى بعلم الأهل أو من غير علم الأهل فده مش المفروض حرام؟ مادم انت شايفة انو ده حرام هيبقى حرام اه لو انت شايفة ان هو حرام طيب لو شايفة حلاء لا حلاء العادي ده العورة المجتمعية اللي العلمانين كانوا بيروجوا ليها دي ولا ايه مش فاهم ليه؟ لأنه بالشكل ده تخلينا عن أصل العلاقة وهي العفاف العفاف يا أولاد بالشكل ده قدح اه العفاف كده قدح طب وبالنسبة ولا متخذ فيه أخدان الصداقة وبتاع يعني أنا ما عنديش مشكلة واحدة محتاجة حاجة ما تخلقه هيكلم الشخص ده يسأله يعني ليه هي اللي تكلمه مش فاهم يعني ايه الفكرة وتقعد ترجي كمان احنا ده لفل عالي قوي يعني ان واحدة تقعد ترجي مع واحد ترجي مع واحد اللي هو ايه شفت حصل لي كذا النهاردة شفت حصل لي كذا النهاردة ده في أي شرع اللي بيبيح ده اللي قدام حضراتكم دي دراسة عملت نشرها موقع البي بي سي البريطاني فبيقول هل توجد صداقة بين رجل وامرأة بلا انجذاب جنسي فبيقول ذكر يعني بعض الأدلة اللي بتؤكد ان نتيجة البحث ان لا الرجال بيبقوا شايفين الوضع مختلف بيبقى فيه انجذاب جنسي بيبقى فيه انجذاب جنسي من الرجال للنساء يمكن الوضع مختلف عند المرأة لكن الرجل لا فيعني احنا ليه نغامر بقى بشبابنا وليه نخلي شبابنا يبقوا عرضة لأمور زي كده قدام حضراتكم يعني حتى أنا هاخد اقتباس كده فبيقول تمثل محاولة اغواء صديق صديقة لانخراط في علاقة رومانسية معك أمر ينطوي على مجازفة كما قد يعود عليك بمكافأة بمكافأة كذلك يعني ممكن يصيب يعني زي ما بيقوله ممكن يخيب ويشعر الرجال غالبا بنجذاب لصديقاتهم بنسبة أكبر من تلك التي تنجزب بها النسوة إلى أصدقائهن يعني هل في دين الإسلام في دين محمد صلى الله عليه وسلم طبعا الكلام ده جير صحيح الأدلة كتير جدا والأدلة حتى على فكرة يعني لو احنا فتحنا تفسير الوسيط متخذي أخدان والأحكام الشرعية اللي العلماء قالوها قديما وحديثا يعني الأمور فعلا الواحد بقى مستغرب والله هو احنا عايشين فين الله المستعان احنا بنوضح الكلام ده بس للشباب ورسالتنا برضو لكل واحد عاقل يعني لو انت هتاخد دين اختار انت هتاخده من مين ربنا بارك فيكم ورمضان مبارك علينا وعليكم السلام عليكم